بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتكلم في هذا الفدي عن الران والإشارات الدالة على وجوده الران هو عبارة عن مكان محفور بالصخر ليس له شكل معين يتم تخبئ أهداف داخله ذهب، فضة، كتب، خرائط، معدات وأسلحة أو تكون حتى قبور وهنا تنحت حسب وضع الميت كوضع القرفساء أو وضع مائل أو الجالس أو وضع نائم والران استخدمته عدة حضارات ويختلف عمقه وحجمه حسب الدفين أو نقول حسب نوع الدفين ويأت الران مقفل بطينة الحكمة حسب نوع الهدف أو نقول حسب نوع الدفين حيث إنه يصعب تميزه لأنه يكون مموه عن الصخرة المحفور داخلها بنفس لون الصخرة كأنه منها ويصعب كسره كذلك بسبب قساوى طينة الحكمة وبسبب إفراغه من الهواء وذلك بوضع حشرات أو حيوان صغير بداخله الامتصاص وتفريغ الهواء منه وهذه بعض الإشارات التي تثبت وجود الران بنفس الصخرة أو في محيطها أكثر من ثلاثة جرون مخروطية دليل على وجود ران السيالات الطويلة والعريضة متلة مئة وعشرين سم طول وخمسة سم عرض السيال قصير مثلا خمسة سم دليل ران الجرن الكهنوتي بطرف الصخرة ران مرفق معه بالصخرة نفسها وبطرفها الشمالي تحديدا اليد الخمسية على صفاه وأمامها جرن صغير أو بصمة فران أمامها العقرب القياس عدد عقدها وتحويلها مترا ولاتجاه رأس الإبرة بالزبانية الضفدع وهو ران أمامها بخطوتين أو مدى قفزتها الضب ويجب قياس طول الضب ولاتجاه نظره صخرة عليها جرن تحتها الران جرن القفل إذا وجد إكس بوسط سيالة اللاف يكون الرأى تحت السيال مربط الفرس الصغير الواضح جيدا جرن قطر فمه وقطر قاعه متساويان فهو دال على مال وهو ران أكبر من خمسة وعشرين سم فهو ران مفتوح شرط أن يكون له نقطة ارتكاز نخلة سماوية مع بصمة على صخرة صفاء ممتدة دجاجة تحتها بيضة تدل على ران ساق دجاجة مع بصمة تدل على ران إشارة الفراشة مع وردة تدل على ران إشارة القرد في بعض الحالات حمامة تحمل عنقود عنب مربع صغير بمنتصف صخرة كبيرة إشارة جرة على صفاء كبيرة ممتدة رزقنا له وإياكم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى مع تحويات صياد كنوز الجزيرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الوصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر